مرحبا يا سابع اليوم رح نبلش بدرس جديد وهو درس الحرائق وموجات الحر رح نعرفكو بالحرائق بالإضافة إلى موجات الحر أولا رح نبلش بالحرائق وكثير بالفترة الأخيرة سمعنا عن الكمية الهائلة من الحرائق اللي تصابت بعض مناطق من العالم أولا بدنا نعرف شو هي أسباب الحرائق هناك سببين للحرائق إما أسباب طبيعية أو هناك أسباب بشرية أولا رح نبلش بالأسباب الطبيعية من الأسباب الطبيعية يا سابع للحرائق البرق والبراكين وموجات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة يعني ممكن يكون هناك برق صيب شجرة أو منطقة معينة سبب لي فيها حرائق بالإضافة إلى موجات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة الأسباب البشرية اللي كنا بنعرفها رمي أعقاب السجائر وإشعال النيران في الغابات وهي تصرفات غير منضبطة يعني من الأسباب البشرية ممكن أن الشخص كان بأيده أعقاب سجائر ينميه على الأرض بالتالي يعمل لي حرائق بالإضافة أنه بعض الأشخاص يخوموا بإشعال النار في الغابات الآن رح نحكي عن تأثيرات الحرائق أو ما الأثار السلبية المترتبة على اندلاع الحرائق ما الأثار السلبية المترتبة على اندلاع الحرائق أولا تقلص المساحات الخضراء والخسائر الاقتصادية وزيادة الاحتباس الحراري وحرائق الغابات والقضاء على التنوع البيولوجي للنباتات واحد تقلص المساحات الخضراء الحرائق بتعمل لي إنها بالدهول للطبقة السطحية للأرض خصوصا إذا كان في عندي نباتات بالتالي رح يبطل في عندي غطاء نباتي أيضا يصير في عندي انجراف للتربة لأنه بطل عندي أشجار بهاي المنطقة وبتفقدها القدرة على الانتاج الزراعي الخسائر الاقتصادية لو ربطناها شوي أنا صار عندي حريق بالتالي الأخشاب رح تروح فبالتالي رح يصير عندي خسارة الأخشاب اللي هي مهمة للاقتصاد بالإضافة إنه بيكون عندي تكلفة عالية لما بدي أعمل على إعادة تشجير الغابات بالإضافة إنه لما بدي أعمل على إطفاء الحرائق أيضا بدي تكلفة عالية زيادة الاحتباس الحراري وحرائق الغابات حرائق الغابات بتعمل على إطلاق كمية كبيرة من غاز ثاني وخسيد الكربون بالتالي بتسبب في زيادة الاحتباس الحراري القضاء على التنوع البيولوجي للنباتات من خلال القضاء على الأنواع والأصناف المختلفة منها يعني أنا منطقة معينة مثلا أو غابة معين صار فيها حريق بالتالي أنا بيبطل عندي مكان بيصير عندي تنوع بيولوجي وكثير من النباتات رح تموت بالإضافة إلى الحيوانات الآن رح نحكي عن موجات الحر وكثير سمعنا بالفترة الأخيرة يسابع عن موجات الحر اكتب السؤال التالي ما المقصود يسابع بموجات الحر ما المقصود بموجات الحر ارتفاع درجة الحرارة فوق معدلاتها السنوية بما يزيد عن خمس درجات وتستمل لفترة لا تقل عن ثلاث أيام متواصلة يعني بحكي أن هالمنطقة أو الأردن صابها موجة حر إذا ظلت ثلاث أيام متواصلة ارتفعت عن معدلات درجات الحرارة تمام؟ عن خمس درجات ما يعني إحنا متعودين بالأردن على مثلا بالعادة بصة بتكون درجة الحرارة ثلاثين مئوي تمام؟ ثلاثين درجة إجت درجة الحرارة لمدة ثلاث أيام متواصلة صارت خمس وثلاثين هاي أنا بعتبرها موجة حر تمام؟ موجات الحر أذكر الأسباب السلبية لموجات الحر أو بدنا نعرف إيش تأثير موجات الحر؟ واحد ضيق والانزعاج والنفسي بالإضافة إلى حدوث وفيات نتيجة التأثير المباشر لارتفاع درجات الحرارة وذربات الشمس لأنه ذربات الشمس بتعمل لي وفيات كثيرة أيضا تلف أنواع المحاصيل الزراعية وموت بعض الحيوانات نضج أنواع من المحاصيل الزراعية في بعض أنواع المحاصيل الزراعية بتنضج قبل وقتها الزيادة المنحوظة في استهلاك المياه بسبب ارتفاع درجات الحرارة رح يزيد استهلاك المياه وبيزيد استهلاك الطاقة وتوسع انتشار الحرائق في الغابات والأحراج الآن بدنا نحكي أنا وإياكم إيش الطرق أشان نقي نفسنا من موجات الحر ما طرق الوقاية من موجات الحر ما طرق الوقاية من موجات الحر واحد الاكثار من شرب السوائل وعدم الانتظار حتى مرحلة الإحساس بالعطش يعني يا سابع انت لازم تشرب ماء في موجات الحر وما تستنى تنك تحس بالعطش أيضا عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أو العمل الشاق أو أعداء التمارين الرياضي خصوصا في وقت الزروة من الـ 11 لـ 3 عصرا يعني في موجات الحر انت لازم ما تطلع في أشعة الشمس ولا تشتغل ولا تعمل تمارين الرياضي في وقت الزروة استعمال للنظارات وارتداء الملابس الخفيف والفضفاضة بالإضافة إلى أنها تكون لازم فاتحة اللون ولازم أغطي راسي أخذ حمام بارد أو رش الجسم بالماء البارد أو غمر اليدين في الماء الجاري لمدة تقيقة واستخدام أجهز التكييف والمراوح عدم ترك الأطفال أو الرضع أو كبار السن والحرص على معاوض الاتصال بهم والإطمئنان عليهم من وقت لآخر الري في الأوقات التي تهبط فيها درجات الحرارة وتحديدا قبال غروب الشمس تقريل عملية التبخل يعني أنا ما بصير إني أعمل ري أو إني أروي النباتات مثلا في الذروة لا لازم أروي النباتات يا أمة مثلا في نصف الليل تمام؟ ليش؟ عشان ما يكون في عندي ارتفاع في نسبة التبخل هيك أنا بكون أكمل الدرسي لليوم والسلام عليكم ورحمة الله